شعبي العزيز إنني لا أريد أن أدخل لك في الجوانب القانونية والسياسية لقضية وحدتنا الترابية ومختلف قرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي سبق لي أن تكلمت عدة مرات بشأنها ولكني سأوضح لك الأسباب وراء بعض المواقف المؤادية للمغرب إن بعض الدول تكتفي بتكليف موظفين بمتابعة الأوضاع في المغرب غير أن من بينهم من لهم توجهات مؤادية لبلادنا أو متأثرون بأطروحة الخصوم وهم الذين يشرفون أحيانا مع الأسف على إعداد ملفات والتقارير المغلوطة التي على أساسها يتخذ المسؤولون بعد مواقفهم هذا كلام أقوله لك شعبي العزيز لأول مرة ولكني أقوله دائما وبصفة خاصة لمسؤول الدول الكبرى وللأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ومساعده غير أن السبب الرئيسي في هذا التآمل غير منصف مع المغرب يرجع بالأساس لما يقدمه الخصوم من أموال ومنافع في محاولة الإشراع أصوات ومواقف بعض المنظمات المؤادية لبلادنا وذلك في إهدار لثروات وخيرات شعب شقيق لا تأنيه هذه المسألة بل إنها تقف آئقا أمام الاندماج المغاربي فشعبنا الوفي يتميز بإجمائه الراسخ حول وحدته الترابية وبتجند الجماعي للتضحية في ثبيلها فالصحراء قد يتقل المغاربة دون استثناء وأمانة في عناقنا جميعا